أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في الشماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقون فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إلاء إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا وانفقان لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إلاء إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكادوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وانتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إذا جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إنا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدر به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إناء أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولطصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إنا أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبائنا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قال جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قل أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أذواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقل أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ونا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقل خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقل أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السح فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خناف ولأصلبنكم في جذوع النخر ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إنا موسى أن أسر بعبادي فضربناهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ونا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم مجانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لما تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجنك عن قومك يا موسى قال هم أنائعنا أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قل فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسائنا قومه غضبان أسفا قال يا قوم أنم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرجنهم عجلا جسدا له وخوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقل قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يردع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إن رأيتهم ضلوا ألا تنتبعني أفأعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيز أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءنهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ونأمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ونا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ونا حظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم ينتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجدناه عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم والأدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدتنهما شوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقل كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهدكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمل ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبري لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل من تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر